بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أول نراجع القديم أبشر إذا ما عندكم أنا عندكم شيخنا الله سألك راجع مراجع شوف الشيخ متفقين حل التمارين حللت التمارين حللنا التمارين شيخ تمام وحفظت حفظنا الآن نرى أولا ماذا أخذنا بالأمس نتكلم بداية عن أهمية العلم الشرعي لا آخر درس في الفرائد طيب أخذنا الفرض الفرض نعم بدأنا بأصحاب النصف قلنا هنا النصف نصف وربع وربع وثمن وثمن ثلثان ثلث وثلث وثلث أصحاب النصف خمسة خمسة منفردين منفردين والنصف فرض خمسة أفراد منفردين الزوج والأنثى من الأولاد الولد في الشرع غير الولد عندنا احنا في العرف يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين الولد في الشرع يشمل الذكر أنثى لك عندنا في العرف الولد هو الذكر صحيح؟ نعم وقلنا لا تنظر لأي مصطلح إلا المصطلح اللي أنت فيه الزوج والأنثى من الأولاد وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب أصحاب الربع أصحاب الربع قلنا وحده أصحاب الربع وحده الزوجة أصحاب الربع يا رجل الزوج والزوجة غرفة الزوجية ولا اجتمعات وشروطهم متناقضة عكسية وأصحاب الثمن أصحاب الثمن وحده لغرفة الأرامل والثلثين والثلثين هم أصحاب النصف إلا الزوج وشروطهم شروط النصف إلا شرط واحد إلا شرط واحد عدم المشارك يصير عدم وجود المشارك عدم المماثل وجود المماثل وقلنا الجمع عند الفرضين اثنان فأكثر اثنان فأكثر وأصحاب الثلث أصحاب الثلث قلنا الأم والجمع من الإخوة لأم وأصحاب السدس أصحاب السدس سبع سيأتي إن شاء الله تعالى طيب الزوجة متى تأخذ النصف يأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث وجد فرع وارث يأخذ الربع والزوجة فأكثر تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث وجد فرع وارث تأخذ الثم تأخذ الثم تمام البنت متى تأخذ النصف عند عدم الفرع الوارث وعدم المماثل البنت يا رجل ركز معي البنت تأخذ نصف عند عدم المماثل وعدم المعصب قلنا كل أصحاب النصف دون الزوج شروطهم عدم المعصب عدم المماثل وعدم من تقدم البنت عدم معصب عدم ماثل بنت الإبن عدم المعصب عدم المماثل عدم الإبن والبنت فأكثر أخت شقيقة عدم المعصب عدم المماثل عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور الأب والجدوين على الأخت الشقيقة عدم المعصب عدم مماثل عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة فأكثر هنا في النصف نفسه في الثلثين طيب أصحاب الثلث قلنا الأول الأم وتأخذ الثلث بثلاثة شروط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة ولا تكون المسألة إحدى أو الغراوي وما هي؟ قلنا الزوج أو الزوجة من أحد الأبوي تمام زوج وأم وأب زوج وأم وأب زوج وأم وأب المسألة من ستة ستة ثلاثة واحد للأم والباقي للأب والزوجة أربعة أصلى المسألة واحد للزوجة واحد للأم وهنا الواحد والواحد هنا يساوي في الحقيقة ثلث الباقي ثلث الباقي وقلنا هذه المسألة تحفظ ثلث الباقي تأدبا مع القرآن مفهوم تمام الثاني هذا الدرس الجديد الثاني من أصحاب الثلث لكن المسائل تفقنا أنه بعد كل وارث عندنا مسائل تحل مهم جدا التمرينات تدريبات تخطئ لا إشكال يعني أنا أمامك أنا الآن أنا يا شيخ أستفيد من أخطائي أكثر من أستفيد من الصاب لماذا الآن عندي دفتر إلى الآن موجود بفضل الله أراجع المسائل اللي أخطأت فيها طبعا لماذا أقول كيف أخطأت هذا الخطأ مفهوم أسأل الله أنه ما يتكرر فمهم جدا تخطئ لا تسأل أحد عن الصاب الصاب لا تخطئ عندنا في التصحيح هنا مثلا حط لك خطأ تذهب وتنظر مرة أخرى وين الخطأ لا تنظر إلى الحل مرة أخرى لا أكتب المسألة من جديد يعني مثالا أخذنا مثلا مسألة أمس فيها زوج وأم وجد مثلا زوج وأم وجد تمام الزوج له النصف والأم الثلث والجد الباقي المسألة من ستة تمام لو وضعت المسألة من 12 لو رجعت الآن وتريد تنظر إلى 12 تظنها صحيحة صح؟ لا أكتب المسألة من جديد كتابة إذا اخطأت في أي مسألة أكتبها من جديد وحلها من جديد لا تنظر إلى الحل السلق القديم وتقارن مفهوم؟ مفهوم إلغي المسألة القديمة وكتب مسألة جديدة وابدأ الحل فيها حاول مرة مرتين ثلاثة لو عشر مرات ما في إشكال المهم أن تصيب تصيب بإذن الله طيب ولا إشكال والإنسان يتعلم من الخطأ أكثر ما يتعلم من الصور لكن قلنا هذا الآن وقت التعلم لكن وقت إذا نزلت إلى الساحة وبدأت تقسم ما يقبل الخطأ ولهذا قلنا تراجع وتتمشي وكذا أمس كان عندنا مسألة تكلمنا فيها بس مرضنا عليها الآن بعض الناس يقول عندنا برامج تحل مسألة فرق صح وإيش الفائدة منك أنت الآن تتعلم ممكن يقول لك البعض ما الفائدة تتعلم وتتعب وتحفظ وهذا موجود عندك الجهاز طيب ممكن يتعطل الجهاز صح صح والجهاز يأخذ المعلومات التي تدخلها إليه طيب ممكن أن تدخله الآن إيش معلومات خطأ معلومات خطأ تكتب الزوجة وهي أم في الحقيقة صح أو لا نعم ولهذا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى كيف التقسيم الصحيح للتركات ماذا نصنع تمام 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 أخذنا الأم والثاني الجمع الجمع عند الفرضين ثلاثة من الإخوة لأم تمام متى يأخذ الثلث الأول عدم الفرع الوالث والثاني عدم الأصل الوالث من الذكور الشرط الثالث أن يكونوا جمعي اثنان فأكثر ذكور إناث مختلفين ما في إشكال الرابع يقسم عليهم الثلث بالسوية هؤلاء خالفوا القاعدة قاعدة عند الفرضين الذكرة مثل حفظ فهم شركاء في الثلث والتشريك يستلزم المساواة التسوية تمام تمام نأخذ مثال مسألة فيها زوج أخ لأم أخت لأم أخ شقيق تمام واشيخ ترى مهم جدا تسطير المسائل سيأتي قلنا مسألة تمتد معاك أحيانا سطور سطور فإذا ما تسطر ترتب ما يصلحان تمام الزوج يأخذ النص عدم فرع أعطينا النص أخ وأخت لأم نضع بين عليهم سهم أو قوس تمام أخ وأخت لأم يوجد فرع وارث لا أصل وارث من الذكور أب وجد لا جمع نعم إيش يأخذ الثلث نضع ثلث كبير بينهم الأخ الشقيق الباقي الباقي المسألة فيها نصف وثلث اثنين تصلح لا ثلاثة لا أربعة لا ستة نعم إذا من ستة نصف الستة ثلاثة ثلاثة الثلث كم ثلث الستة ايه اثنين اثنين ينقسم عليهم بالسوية نعم نعم إذا نعط الأخت لأم واحد والأخ لأم واحد والباقي واحد للأخ الشقيق إذا كانت هذه الاثنين ما تنقسم عليهم اعتبرهم خمسة أخوات لأم وأخ لأم تضع الاثنين بينهم وسيأتي تصحيح المسائل احنا قلنا نمشي خطوة خطوة بعضهم يقول لك طيب جاءت لي هذا جاءني هذا الرقم ايش اصنع فيه انتظر اكتبوا بينهم الآن وتركوا تمام مسألة ثانية زوجة و ثلاثة أخوات لأم وأخ لأب الزوجة تأخذ الربع لماذا عدم الفرع الوارث اخوة لأم أخوات لأم عدم الفرع عدم الأصل الوارث من الذكور وجمع اذا يأخذوا الثلث يا شيخ شوف مهم جدا تكتب هذا النصف الثلث بعض الناس يقول لا خلاص تحفظها لا الآن في مرحلة التعلم وكتبها بعد فترة تجد انك تصورت المسائل ممكن تحل المسائل حتى من دون كتابة كتابة خلاص وعندهم بعض المسائل هم وبعض الأشياء يقولوها يعني من قوة ايش استحضار المسائل لكن هذا يكون فيما بعد أما الآن مرحلة التعلم اكتب استخدم القلم والباقي للأخلل مسألة فيها ثلث وربع اثنين ما يصلح ثلاثة ما يصلح أربعة ستة ثمانية ما يصلح اثنى عشر تصلح إذا مسألة من اثنى عشر ربع لاثنى عشر ثلاثة ثلاثة وثلثة لاثنى عشر أربع والباقي للأخلل خمسة ثلاثة إخوات لأم أخذوا أربعة ما ينقسم عليهم اتركوا الآن سيأتي بإذن الله تعالى كيف نصنع معهم إذن الجمع من الإخوة لأم سواء كانوا ذكور أو إناثا ذكور أو إناثا مختلفين يأخذ الثلث وعندنا فيهم شروط الشرط الأول أن يكون بينهم بالسوية أن يقسم الثلث بينهم بالسوية عدم فرع وارث وعدم الأصل الوارث من الذكور أن يكونوا جمع تمام بهذا انتهينا الآن من أصحاب الثلث ننتقل إلى أصحاب السدس 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 سهل جدا سبع أفراد الأول ماذا ذكر ضابي الأمس أصحاب السدس من هم الأب الأب والأم والجد والجدة والبنت الإبن فأكثر والأخت الأب فأكثر وولد الأم منفرد ذكر كان أو أنثى تمام هؤلاء سبع إذن نبدأ بمن بالأب بالأب باته يأخذ الأب السدس قال يأخذ الأب السدس عند وجود فرع وارث ذكر وعند وجود فرع وارث أنثى يأخذ السدس زائد الباقي تمام شوف مسألة مسألة فيها أب وابن وجود فرع وارث ذكر نعم إذن يأخذ السدس والابن الباقي الباقي مسألة من ستة ستة واحد والباقي خمسة أب خمسة أبناء كذلك نفس المسألة أب وابن ابن نفسها نفس المسألة أب وابن ابن وبنت ابن نفسها نفسها وبينهم الباقي الخمسة تقسم بينهم تمام جاءتنا مسألة فيها فرعنور بسنور بنت وأب تمام البنت هنا تأخذ عدم المعصب وعدم المماثل يعطيناها النصف وجد فرع وارث أنثى فالأب هنا يأخذ السدس زائد الباقي تمام إذا مسألة من ستة النصف ثلاثة والباقي السدس واحد زائد الباقي الثنين المجموع ثلاثة تختصر المسألة تختصر من تكون من من ثنين واحد وواحد مفهوم جعلتها من ستة جعلتها من ثنين لكن هذا تطويل يختصر تمام مسألة أخرى جاءتنا مسألة فيها زوجة وأب وابن الزوجة تأخذ ثم الزوجة فرع وارث الأب السدس لوجود فرع وارث ذكر والباقي للإبن المسألة من كم المسألة من 24 ما يصرح إلا 24 ثم السدس من 24 ثم الأربع وعشرين ثلاثة ثلاثة السدس الأربع وعشرين أربع والباقي سبعة عشر للإبن ما شاء الله مفهوم مفهوم انتهينا الآن من 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 الأب متى يأخذ السدس عند وجود فرع وارث ذكر ذكر أما مع الإناث الفرع وارث الأنثى يأخذ السدس زائد الباقي الباقي انتهينا من الأب الآن ننتقل إلى الأب ثم الأم 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 سهل جدا أي شيء يختلف الثلث تنتقل إلى السدس قلنا تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث جاء فرع وارث تأخذ سدس وعدم الجمع من أخوة جاء جمع من أخوة تأخذ السدس يعني ملازم يجتمع الشرطين أي شرط يختلف الثلث تنتقل إلى السدس مثال زوج وأم وخمسة إخوة لأم خمسة إخوة لأم الزوجة أخذ النصف النصف عدم الفرع الوارث الأم وجه جمع من الأخوة تأخذ السدس السدس إخوة لأم الثلث الثلث نعم مسألتنا من ستة نصف ثلاثة والسدس واحد والثلث اثنين انتهت المسألة تمام تمام زوجة وأم و و ستة أخوات لأم وعمشين عم شقيق الزوجة تأخذ الربع الربع لعدم الفرع الوارث والأم السدس وجود وجود جمع من الأخوة تمام و ستة أخوات لأم يأخذون الثلث الثلث والباقي مسألتنا من اربعة وستة اربعة وستة اربعة وشری اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر اثنى عشر الربع تلاتى ثلاثة والسدس اثنين والثلث اربعة والباقي ثلاثة ثلاثة تمام شوف الشيخ أنت الآن تتأكد من حلك تجمع هذه تشوفها 12 أو لا ثلاثة زايد 2 خمسة خمسة زايد 4 زايد 3 تمام إذا معنا هذا تشوف لو تكتبينها 12 إذن الحل صحيح صحيح ممكن إذا أنت واضع الأمور تمام قد يكون خطأ يا شيخ نايد قد يكون خطأ أم وابن اش تأخذ الأم هنا السدس لماذا فر الوار وجد فرع و مسألة من ستة واحد والباقي خمسة خلاص طيب أبعدك مسألة ثانية أم وأب وخمسة إخوة لأم الأم اش تأخذ الأم تأخذ السدس وجود جمع من الإخوة إخوة اليوم يارثون لا يارثون وجد إذن هم هنا ما وارثوا لكن أثروا على الأم مفهوم تمام إذن الأب يأخذ الباقي مسألتنا من ستة واحد والباقي خمسة ولا شيء للأخوة لأم مفهوم إذن وجود الإخوة هنا أضرب من بالأم بالأم وما وارثوا ما لنا علاقة تمام طيب إذن أخذنا الأب والأم نأتي لمن الأب ثم الأم ثم الجد 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 أب الجد أب الله سبحانه وتعالى قال ملة أبيكم إبراهيم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة جد فالجد أب متى يرث الجد عند عدم الأب متى ترث الجد عند عدم الأم وانتهينا ميراث الجد نفس ميراث الأب إلا في مسألتين الأخوة لا في الغراوين العمريتين تمام ومسألة الجد والإخوة هذه سنمشي فيها أن الجد أب وننتهي من الخلاف الآن في هذه المرحلة إحنا قلنا الآن نحن في المستوى الأول في المستوى الأول نمشي على الراجح المعمول به عندنا والراجح أن الجد أب إلا في مسألتين مسألتين الغراوين والعمريتين انتهينا يا شيخ تمام إذن سنلغي مسألة الجد مع الإخوة خلاص قال لا حياة الله ولا بي وهذا أسهل على الطلاب يا شيخ وطالما المسألة يعني قال بها علماء ومعمول بها هنا عندنا فنمشي عليها وهذه طريقة جيدة في التعليم نمشي على هذه الطريقة لأن ننتهي من الدراسة بإذن الله المستوى الثاني في الفرايض ممكن نرجع لجد والإخوة لماذا؟ قول لا درسه صح؟ وممكن يأتيك إنسان معه مسألة محلولة ما انتهي ويقول راجعها تقول ما أدري أو يقول ممكن أنت لا تعرف المذهب لا تعرف هذا القول تقول لا أعرف وأستطيع أرد عليه لأني أفهم هذا المسألة لكن الآن في مرحلة التعليم سنمشي على القول الراجع على ما اتفقنا يا شيخ تمام؟ تمام إذن الجد أب يارث نفس ميراث الأب نفس الشروط نفس الشروط إلا في الغراوين وعمليتين متى يارث عند عدم؟ الأب والجد عند عدم؟ الأم وانتهينا يا شيخ خلاص الحمد لله إذن يا شيخ هذه الطريقة يسير عليها يعني حتى كبار العلماء الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني يمشي على هذا يمشي على هذا الآن في أول مرحلة تتعلم تضبط ثم تنتقل لمرحلة ثانية أما في أول الدراسة الآن تدخل على نفسك الجدوى الإخوة ومسألة الأكدرية والمشركة وكذا تجتمع عليك المسائل ولا تعرف شيء من شيء امشي الآن على الراجح اضبط مثل الآن الدراسة على مذهب مثلا إنسان يريد يدرس مثلا مذهب الحنابلة مثلا فهل يجمع معه مثلا مذهب الملكية؟ لا لماذا؟ تختلف على المسائل اضبط المذهب أولا ثم تأخذ المذهب الثاني واحدة واحدة تمام؟ تمام تمام وقلنا أصلا الخلاف الفرائض كثير أو قليل؟ قليل قليل أقل من القليل حتى قليل جدا تمام طيب إذن يارث الجد متى يارث الجد عند عدم الأب وهو كالأب إلا في مسألتين المسألة الثالثة الغيناها هذه اللي خلاص في الغراوين والعمريتين جاءت هنا مسألة فيها جد وأم وابن تمام؟ تمام وجد فرع وارث وجد فرع وارث ذكر الجد يأخذ سدس عدم الأب والأم السدس والابن الباقي مسألة من ستة واحد واحد أربعة أربعة تمام؟ تمام مسألة فيها شوف زوجة أم جد إيش هذه المسألة؟ ما نخلي عمرتين ما نخلي عمرتين لأن الجد كالأب إلا في المسألتين الزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ الثلث والجد الباقي وكان أب كانت المسألة من أربعة لكن هنا من اثنى عشر الربع ثلاثة والثلث أربع والباقي خمسة وانتهت المسألة إذن أخذنا الأب والأم والجد والجدة ما أخذنا الجدة إلى الآن الجدة سيأتي معنا الجدة الآن ننتقل إلى الجدة ما تترث الجدة؟ عند عدم الأم عدم الأم تمام لكن أي جدة الجدة الوارثة طبع عندنا جدة غير وارثة قال نعم مثل أم الأم أم الأم وارثة يا رشد وأم الأب وارثة ما قلنا في وارثات من النساء الأم وأم الأم وأم الأب كل من أدلت بوارث ترث كل من أدلت بوارث ترث أقول لك الأم وارثة أمها أم الأم ترث الأب وارث أمه أم الأب ترث الجد وارث أمه ترث أم الجد أم أبو الأب أبو الأم وارث نعم أبو الأم أبو الأم لا يرث إذا كان ميت الأبن يا شخ أنا ما العلاقة العلاقة بالميت لا يرث أبو الأم لا يرث هذا يسموه جد ساقط من الإرث ليس ساقط سقط وكان أنتبه نعم بعض الألفاظ عندهم تحملها فأبو الأم يرث لا يرث راح جاب أمه وقال ورثوها نقول لا أنت ترث ولا أمك بسلامة ترث مفهوم تمام مو أي واحد يجيك تورثه فإذا كل جدة أدلت بوارث ترث وكل جدة أدلت بغير وارث مثل أبو الأم فأبو الأم لا يرث ومن باب أولى أم كذلك لا ترث نرجع مرة أخرى لجدات الجدة ترث عند عدم الأم الأم وميراث الجدة السدس لأن تقدم معنا في الثلث ما قلنا الأم أو الجدة قلنا فقط من الأم الأم وكل جدة أدلت بغير وارث لا ترث لا ترث تمام إذا كان عندنا أكثر من جدة أم أم وأم أب تساوف الدرجة نعم إذن يقتش ستركونا في سدس سدس واحد أعطيك مسألة أم أم وأم أب وأب مثلا تمام أم الأم وأم الأب اشتركوا في السدس لأنه في درجة واحدة إذن هذا السدس بينهم والباقي للأب المسألة من ستة واحد بينهم وخمسة وخمسة للأب طيب أم 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 وأم أب وعم شقيق اختلفت الدرجة القريبة ترث تحجب البعيد إذن إذا كانت قربة وبعدة فالقربة تحجب البعدة ترث والبعدة لا ترث لا ترث وانتهينا إذن مسألتنا أيضا من ستة هذه الصفر أم الأب واحد والباقي خمس خمس أعيد مرة أخرى متى ترث الجدة إذا عدمت الأم عدم الأم ترث مراثة السدس فقط ليس لها الثلث تمام وكل جدة أدرت بوارث ترث وكل جدة أدرت بغير وارث لا ترث إذا تساوى الجدات في الدرجة اقتسمنا السدس قربة تحجب البعدة البعدة وانتهينا من الجدات خلاص الشيخ خلاص أكيد الله يسلي أخذنا الأب والأم والجد والجدة أخذنا الكبار الآن نمشي لمن الصغار تمام الصغار الآن عندنا من بنت الإبن بنت الإبن فأكثر أي نعم شوف الشيخ ركز بهذه المسألة مسألة سهلة جدا ليست بصعبة يقول بنت الإبن فأكثر تأخذ السدس إذا كان في المسألة بنت واحدة لها النصف وعدم المعصب لبنت الإبن إذا ما تتارث بنت الإبن السدس إذا كانت في المسألة صاحبة نصف أعلى منها وعدم المعصب معصب لها مفهوم تكملة الثلاثين كيف تكملة الثلاثين سنكتب الآن عندنا المسألة فيها بنت وثلاثة بنات إبن وإبن إبن إبن تمام 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 خطوة خطوة البنت هنا عشت أخذ النصف لعدم المعصب وعدم الماثر كتابنا النصف طيب ثلاث بنات إبن يأخذنا الثلاثين لماذا وجود المتقدمة نعم وجود البنت إذا ما يأخذ الثلاثين إيش تأخذ قال هل تأخذ السدس ننظر يقول بنت الإبن فأكثر تمام تأخذ السدس عند وجود بنت واحدة لها النصف موجود وعدم المعصب فيه إبن إبن فأكثر لا إذا تأخذ هذا ليس من درجته إذا يأخذنا السدس هذا الباقي إذا مسألتنا من ستة ثلاثة واحد اثنين انتبئ معي يا شيخ ثلاثة زايد واحد أربع أربع هو إيش هو الثلثين ثلثين فعندما أخذت واحد زايد ثلاثة كملت ثلثين كملوا الثلثين نصيب البنات يعني هذه بنت الإبن جات جات عندك وقالت يا سمع أليس نصيب البنات الثلثين تقول إيش نعم قالت أنا إذا جئت مع البنت التي لها النصف أريد أكمل إيش الثلثين الفرض الثلثين اعطيها مفهوم يا أخي هذا معناه أنه أخذت تكملة الثلثين الآن نريد ننظر في مسألة أخرى ثلاث بنات وبنت ابن وعم شقيق ثلاث بنات لهم الثلثين الثلثين عدم المعصب وجود المماثل بنت الإبن تأخذ السدس نقول لا اكتمل الفرض من أين نعطيكي وقلنا مع بنت واحدة بنات إذن صفر مسألة من ثلاثة الثلثين اثنين والباقي العم الشقيق ولا شيء لبنت الإبن مفهوم مسألة ثالثة جاءت هنا مسألة فيها بنت واحدة وبنت ابن وابن ابن البنت تأخذ النصف عدم المعصب عدم الموت بنت الإبن الآن هل نعطيها السدس لا وجدش وجد معصب معصب نقول لا جاء المعصب لكم الباقي تعصيب مسألة من ثلاثين واحد واحد كبير بينهم طويل واحد وبعدين يتقسم عليهم على ما سيأتي تمام 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 ثلاث درجات ثلاث درجات وابن ابن كم درجة درجتين درجتين البنت اش تأخذ النصف النصف هل لبنت الإبن هذه السدس لا لأنها بعيدة وهذا أقرب يأخذ الباقي وهذه لا تأخذ الشيء صفر مسألةنا من الثلين واحد والباقي واحد وسيأتي معنا في التعصيم خلاص اتفقنا نحصل الله يكبر إذا وجد معصب أعلى من درجتها ما تأخذ ما تأخذ السدس لا خلاص تمام إذن تأخذ بنت الإبن وإن نزلت السدس عند وجود بنت أعلى منها أو بنت ابن أعلى منها وعدم المعصب لها اللي في درجتها لكن أنزل منها لا تمام جاءت لمن من جاءك بعدها أخت لاب جاءت لأخت لاب قالت طيب أعطيته البنت البنت الإبن مع من مع البلات أعطوني أنا مع البلات لا مع الأخوات شقيقات مع الأخت الشقيق قال كم أعطيته بنت الإبن تكملة الثلاثين مع البنت أعطوني أنا مع الأخت الشقيقة تكملة الثلاثين الثلاثين إذن وضحت المسألة الأخت لأب فأكثر تأخذ السدس عند وجود أخت شقيقة لها نصف وعدم معصب قال المعصب من يعصبها ما فيه له واحد الأخ لأب بالمثال اتضح المقالة جاءتنا مسألة فيها أخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق الأخت الشقيقة لها النصف أخت لأب تأخذ السدس عند وجود شقيقة لها النصف وعدم سدس تكملة الثلاثين والباقي مسألة من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد والباقي تمام مفهوم ثلاثة أخوات شقيقات وأخت لأب وعم شين شقيق ثلاثة أخوات ثلاثين الأخت لأب نقول خلاص فرض اكتمل صفر والعم الشقيق مسألة من ثلاثة ثلاثين اثنين والباقي واحد مفهوم مسألة ثالثة أخت شقيقة واحدة وأخت لأب وأخ لأب أخت شقيقة تأخذ النصف النصف أخ وأخت لأب اشتركون في الباقي اشتركون لا ليس لها السدس الباقي إذا مسألة من ثلاثين واحد والباقي واحد بينهم بينهم مفهوم مفهوم إذا تأخذ الأختش لأب السدس عند وجود شقيقة لها النصف وعدم المعصب المعصب من يعصبها أخ أخ لأب أخ لأب ركز معي تمام انتهينا الآن باقي من الأخ من هو قلنا الأم والأب الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن فأكثر والأخ لأب فأكثر بقي ولد الأم ولد الأم الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى ولد الأم يقول يأخذ الثلث إذا انفرد إذا جمع أخذ الثلث وإذا انفرد يأخذ الثلث نفس الشروط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور إذا كانوا جمع أخذ الثلث منفرد سدس زوج وأخ لأم وأخ شقيق الزوج يأخذ عدم الفرع الوارث الأخ لأم عدم الفرع الوارث وجد فرع وارث وجد أصل وارث من ذكور أبا وجد منفرد سدس والباقي مسألة من ستة ثلاثة واحد إذن بهذا أكملنا أصحاب الفرع أصحاب الثلث منهم الجمع من الإخوة لأم إذا كانوا جمع بالشروط أخذوا الثلث أخ أو أخت لأم منفرد يأخذ الثلث تمام بهذا أكملنا الفروض المقدرة في كتاب الله ولله الحمد تمام؟ أزاكم الله إذن مرة خامسة أو سادسة أصحاب النصف خمسة أو مفرد خمسة وأصحاب الربع اثنين غرفة الزوجية ولا اجتمعان وأصحاب الثمن غرفة الأرامل زوجة فأكثر وعنده وجود فرع الوارد فرع الوارد وأصحاب الثلثين هم أصحاب النصف دون الزوج إذا اجتمع عدى الزوج بشرط وجود المماثل نفس الشروط تغير الشرط واحد وأصحاب الثلث الأم والجمع من الإخوة لهم وأصحاب السدس سبعة الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن فأكثر وبنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر ولد الأم إذا فرد ولد الأم ذكر كان أو أو أنثى السدس عدم الفرع الوارد وعدم الأصل الوارد من الذكور وأن يكون منفرد كانوا جمع أخذوا الثلث الثلث بهذا انتهينا وأخذنا مسائل الجدات قلنا الجدة تارث عند عدم الأم وتارث دائما السدس فقط لا تارث الثلث هي كالأم في السدس ليس في الثلث وكل جدة أدلت بوارث تارث تارث وكل جدة أدلت بغير وارث إذا تساوى الجدات في الدرجة وكنا وارثات اقتسمنا السدس قريبة تحجب البيت سواء من جهة الأب ومن جهة الأم وانتهينا من الجدات وانتهينا من أصحاب الفروق ولله الحمد والمهن طيب مهم جدا يا شيخ الآن بعد أن انتهينا من أصحاب الفروق أن تضبط شروطة مثل اسمك تعيدها مرة مرتين ثلاثة وتكتب تكتب مسائل حتى يعني يقلب على ظنك أنك ضبطت الشروط خلاص لا مانع أنك تفتح أحيانا وتراجع عندما تقرأ المسألة تتأكد ترجع وتكتب كذا حتى تضبط ولو تكتبها في ورقة مرتين ثلاثة وأربعة حتى أيش تحفظ الشروط تمام طيب قلنا أن الفرائض يعني هذا الكتاب عندنا ينقسم إلى كم قسم قسمين قسمين شوف أي كتاب تقتنيه أو إذا أهدأ إليك إنسان كتاب لا تحطه في المكتبة أو في السيارة أو في الحقيبة لا أقل شيء يقول تصفحيش سلحة الكتاب وقرأ المقدمة وقرأ وخاتمة الفهرس تمام حتى تعرف محتوى الكتاب وإحنا لو أردنا نعرف الفرائض قلنا الفرائض تنقسم إلى قسمين الأول الفرض فرض مقدرة والثاني التعصيب التعصيب واتهت المسائل كاملة تقريبا يعني مو كل المسائل لكن جل المسائل أو أهم المسائل أهم المسائل طبعا تمام الآن يقول الرحبي رحمه الله وحق أن نشرع في التعصيب إذا حيقول حق لنا ليش خلصنا الفروق هو رتب على هذا أول شيء بدأ بالفروق كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم إرحق الفرائض بأهلها حق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيبي تمام تمام التعصيب قال العصبات ثلاث أنواع عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره كم؟ ثلاث أنواع بنفسه بغيره وبغيره ومع غيره ومع غيره العاصب بنفسه من هم؟ قال جميع الوارثين من الذكور عدى الزوج والأخ لأم كم بقي عندنا؟ ثلاثة عشر ومن الإناث يقول ما في عاصب بنفسه إلا المعتقة مفهوم؟ وليس في النساء طرًا عصبة إلا التي منت بعدق الرقبة اللي يقول صنعت ما صنع الرجال أعتقد مفهوم؟ دخلوها معهم العصبة يعني من العصابة إما التي عصب على الرأس وقال أخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام ونحن عصبة يعني أيش؟ ذكور يعني مثل واحد لو تعدى عليك الآن بالضربة وغيره تروح تنادي الإناث أو الذكور؟ الذكور ذكور عصبة مفهوم؟ فهؤلاء يعني يكونوا حول إيش؟ حول هذا الرجل فالوارثين من الذكور كلهم عصب بنفسه إلا الزوج والأخ لأم الزوج ليس له علاقة والأخ لأم أدل بأنث خلاص ثلاثة عشر ومن النساء وحده من؟ المؤتقة التي منت بعتق الرقبة سار المجموع العاصب بنفسه كم؟ أربعة عشر أربعة عشر تمام لو اجتمعوا كلهم من نقدم من نؤخر قال سهل بنوه ثم أبوه بنوه وبنوه ثم أبوه وجدوده ثم أخوه وبنوه ثم عموه وبنوه ثم الولاء وبنوه كم سارت؟ خمسة هذه سموها إيش؟ درجات العصوبة من تقدم من تؤخر الأول البنوه وبنوه والأبوه وبنوه ثم الجدوده الأبوه الجدوده ثم الأخوه وبنوه ثم العموم وبنوه ثم الولاء وبنوه مفهوم؟ مفهوم تمام العاصب بنفسه فقط ابن ترك ابن أشي أخذ؟ المال كله إذن فقط عصب ابن ابن يخذوا ما كله خمسة أبناء من خمسة المشكلة تمام أب يخذوا ما كله منفرد تمام خمسة أعمام أشقاء يخذوا ما كله المال كله خمسة أبناء أخ شقيق يخذوا ما كله المال كله هذا إذن فقط طيب زوجة وابن الزوجة وابن الثمن والباقي للابن والباقي سبعة للابن تمام هذا إذا أبقت الفروض وإذا ما أبقت الفروض شيء انتهت المسألة مفهوم الشيخ تمام إذن أخذنا الآن العاصب بنفسه وقلنا هم جميع الوارثين من الذكور عدى الزوج والأخ لأم ومن النساء المعتقى المجموعة 14 هذا العاصب بنفسه مفهوم تمام انتهينا الثاني العاصب غيره غير الذكر الأنثى وليس الذكر كالأنثى تمام فالابن يعصب من البنت وابن الابن يعصب التي في درجته تمام والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة والأخ لأب يعصب الأخت لأب الأخت لأب وابن الأخ الشقيق وارثة كيف تقول يعصبها كيف تقول يعصبها كيف تقول يعصبها إذن وقعت أنت الله أهديك إذن العاصب بغيره كم ما عديتش يا سبعة تقريبا يا شخ التقي الله الآن أعدل لك الابن يعصب البنت وابن الابن يعصب بنت الابن في درجته والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيق والأخ لأب الأخت لأب ابن أخ شقيق ما يعصب ما يعصب أحد ابن أخ لأب ما يصب ابن عم شقيق ما يعصب عم شقيق ما يعصب فقط كم أربع أربع لا يضحك عليك أحد يا شيخ يقول ابن أخ شقيق ويعصب بنت أخ شقيق ما هي وارثة أصلا مفهوم إذن عاصب بغيره أربعة أربعة فقط الإبن يعصب البنت وإبن الإبن يعصب بنت الإبن في درجتها خلاص؟ نعم والأخ الشقيق والأخ لأب ابن أخ شقيق ابن أخ لأب ابن عم شقيق عم شقيق عم لأب عم لأم هذا ما يرث أصلا انتبه يا شيخ لأنه ممكن يضحك عليك يقول ابن عم شقيق ابن أخ شقيق تقول ما يعصب أحد تمام إذن العاصب بغيره كم؟ أربعة أربعة انتهينا تمام عاصب بنفسه كم؟ العاصب بنفسه أربعة عشر والعاصب بغيره؟ أربعة أربعة فقط تمام القسم الثالث من التعصيب العصبة مع الغير عصبة مع الغير مع الغير سهلة جدا الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات الأخوات شقيقات أو لأب مع البنات أو بنات الابن عصبة مع الغير كيف نكتب إن شاء الله تعالى الآن ونمشي في المسائل أخذنا أمثلة على التعصيب بالنفس بالنفس وعصبة مع الغير أخذنا كثير جدا وقلنا تعطيهم إيش؟ مصروف إذا كان ليس معهم صاحب فرد على عدد الرؤوس خمسة أبناء وخمسة بنات فقط في مسألة خمسة أبناء وخمسة بنات أي؟ البناء عشرة عشرة البناء أبناء أبناء خمسة المجموع خمسة عشر أخ شقيق وخمسة أخوات شقيقات المسألة من أخ شقيق وخمسة أخوات شقيقات خمسة خمسة وله عشرة لا لذا كم تحظين ثانين يصير له ثنين ثنين ولهم خمسة المجموع سبع أخ لأب وأخت لأب اثنين واحد المجموع ثلاثة ابن أخ شقيق وبنت أخ شقيق واحد على عصبة بإيش عصبة بالنفس طيب العصبة مع الغير الآن نأخذ أمثلة جاءتنا مسألة فيها بنت وأخت شقيقة البنت تأخذ النصف الأخت الشقيقة هل تأخذ النصف السدس تكمل الثلاثين يا رجل أخت شقيقة من أصحاب السدس بس تكمل الثلاثين ما لا علاقة ما هي من البنات الثلاثين البنات اللي يأخذ الثلاثين بنات الابن وبنات الابن هم يأخذ السدس إذن هذه اسمها عصبة مع الغير الأخوات مع البنات عصبات سواء كانوا جمع أو منفردين إذن نعطيها الباقي هنا إيش اسم المسألة عصبة مع الغير الغير مسألة من الثنين واحد والباقي واحد هذه عصبة مع الغير ثلاثة بنات ابن وثلاثة أخوات لأب ثلاثة بنات الثلاثين ثلاثين هل الأخوات لأب يأخذنا الثلاثين لا لا هنا إيش المسألة عصبة الأخوات مع البنات عصبات يأخذنا الباقي إذن مسألة من كم ثلاثة ثلاثة اثنين واحد واحد مفهوم؟ انتبه معي شوف هذه المسألة بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخ لأب مسألة سهلة جدا ركز بس البنت النصب النصب لعدم المعصب بعدم ما بنت الابن السدس تكملة الثلاثين عدم المعصب وجود بنت واحدة لها النصب السدس من يأخذ الباقي الآن؟ الأقوى من هو الأقرب؟ الشقيقة أخت شقيقة عصبة مع الغير مع الغير والأخ لأب صفر إذن مسألة من ستة ثلاثة واحد اثنين صفر مفهوم يا أخي؟ مفهوم شوف إذن العصبة مع الغير الأخوات القاعدة تقول الأخوات مع البنات أو بنات الابن عصبات أعطيك مثل آخر بنت ابن وأخت لأب وعم شقيق مفهوم؟ أبنت الابن النصف النصف هل الأخت لأب تأخذ النصف؟ لا لا تأخذ عصبة مع الغير الأخوات مع البنات عصبات إذن مسألة المثلين واحد والباقي واحد مفهوم؟ مفهوم تمام إذن بهذا ولله الحمد تتممنا العصبة مهم جداً تحلتها مارين أبشر حتى تتضح لك ما تكون عصبة بالغير وعصبة بغير وعصبة مع الغير قلنا عصبة بنفسه أربعة عشر وعصبة بغيره أربعة فقط والعصبة مع الغير القاعدة تقول الأخوات جمع أو منفردين مع البنات جمع أو منفردين أو بنات الابن عصبة مع الغير طيب أحسن لك تمارين أبشر ترى بحاسبك أحسن الله لك الله يفقنا وإياك الله يزاكم شيخنا الله سيلكم الأخوات سواء كانوا أشقاء أشقاء أو لأب أو لأب نعم مع البنات أو بنات أو بنات الابن عصبة إذن قاعدة تقول الأخوات شقيقات أو لأب جمع ومنفردين مع البنات أو بنات الابن جمع ومنفردين عصبة مع الغير تمام وانت شوف الأقرب ولا بعد وقلنا خمس درجات بنوه وبنوهم أبوه وجدوده أخوه وبنوهم عموما وبنوهم والولاء وبنوهم ترتب على هذا وتمشي وسيأتي معنا تمارين إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة نتمرن مرة أخرى على العصر الله يفقنا وإياك أجزاكم الله خير الله سعي لكم الله يرفيكم حفظكم الله وأجزاكم الله خير